ترقب كبير تعيشه المنطقة على وقع الرد الدولي المرتقب على استخدام النظام السوري للسلاح الكيموي ويقول مراقبون أن الولايات المتحدة وفرنسا وبقية الدول الغربية التي قد تتدخل في سوريا تضع بنكا للأهداف التي سيتم استهدافها في سوريا لتقليم أظافر النظام السوري ومنعه من تكرار استخدام السلاح الكيموي بحسب المراقبين فإن أبرز الأهداف التي يمكن استهدافها هي المطارات العسكرية التي تشكل الذراع الأقوى للنظام السوري حيث يملك أكثر من 25 مطارا عسكريا أبرزها مطار المزأ العسكري في دماشق مطار النيرب العسكري في حلب مطار التيفور شرقي حمص ومطار الشعيرات الذي تم استهدافه في قصف أمريكي سابق كما يتوقع مراقبون أن يتم استهداف المواقع التي يشتبه في كونها مقرات لتصنيع السلاح الكيموي كمركز البحوث العلمية في جمرايا قرب دمشق ومركز البحوث في برزة بجبل قاسيون ومركز البحوث في برزة ذكرنا برزة ومركز البحوث العلمية في حلب ومختبرات الأكاديمية العسكرية في حلب ومن ضمن الأهداف التي يمكن استهدافها بحسب المراقبين دائما منظومات الدفاع الجوي والرادار التابعة للنظام أهمها اللواء 155 صواريخ في القطيفة بريف دماشق ولكن ما قد يصاعب المهمة على واشنطن هو ارتباط الأنظمة الجوية السورية بقيادة قوات الدفاع الجوي الروسية في سوريا من ضمن الأهداف التي يمكن استهدافها أيضا معسكرات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة غربي دمشق كما يمكن استهداف إدارة الأركان العسكرية وإدارة الدفاع الجوي ومقر الفرقة الرابعة في العاصمة دمشق من المواقع التي يمكن استهدافها مقرات ومواقع الحرس الثوري ميليشيات الإيرانية في سوريا وتتوزع القوات الإيرانية في سوريا بدمشق بحيث أيضا مقرات القيادة المركزية هنا تحدث المقر الزجاجي بجانب مطار دمشق وأيضا ثكنة الشيباني أو ثكنة الإمام الحسين بالقرب من دمشق ومدينة الزبداني وأيضا المقرات العسكرية بقيادة المنطقة الجنوبية بدرعة والسويداء والقنيترا والمقر الرابع للحرس الثوري بحمص ومطار الشعيرات العسكري يستبعد المراقبون مشاهدين أن تطال الغارات الأمريكية الغربية القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس في سوريا لأن ذلك قد يشعل مواجهة دولية لا يرغب أحد أصلا بدخولها خاصة في ظل تأكيد موسكو على جهوزيتها للرد على أي تعرض لجنودها ومواقعها في سوريا ولكن لا أحد يعرف إلى أين ستتطور الأمور بعد دعوة ترامب لموسكو إلى انتظار الصواريخ الذكية والجديدة في سوريا ترجمة نانسي قنقر